للتعليم في الكوي تاريخ يفتخر به شكل مرحلة هامة ونقلة تعد نوعية كتب سطورها هامات فذة من المعلمين الأوائل من هذا المنطلق جاء معرض الصور التاريخية والذي يستمر ثلاثة أيام بمجمع الأبنيوز الوقوف على هذه الحقبة لا سيما مدرستي المباركية والأحمدية جمعها الباحث الكويتي في تاريخ التعليم والتراث بدر لزوير وذلك على مدى خمسة عشر عاما مضد وحضر افتتاح المعرض الأمين العام للمجلس الوطني لثقافة والفنون والأداب المهندس علي اليوحى وعدد من الرعيل الأول في مجال التعليم